جريمة اغتيال مستشار رئيس سعد الحريري محمد شطح لم تأتي من العدم أو الفراغ إنما سبقها حملة تهويلية تهديدية الأسماء هي هي الوجوه نفسها واللغة التخوينية هي هي وفق المنطق المعتاد من يخالف هنا الرأي فهو إما عميل لإسرائيل والغرب وإما خائن للوطن بالتالي تهيئت الأرضية لما هو آت يعني يفترض أن بعض الذين يقولون بأنهم يحرصون على السيادة والاستقلال وعلى أمن لبنان وعلى مصلحة لبنان أن يعوا هذه الرسائل وأظنها صارت واضحة الأبواق نفسها تخون تهدد وتستبيح إلى أن وفي تصريح لمصطفى حمدان لموقع بانوراما الشرق الأوسط وصف شهيد بالعميل الأمريكي وأن بندر بن سلطان مع تشكيل حكومة تكنقراط برئاسته أيضا وأيضا لغة الاتهام خرج بها إعلام ما يسمى بالممانعة يتهم الوزير الشهيد والرئيس فؤاد السانيورا بالوقوف وراء إدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية لدول الاتحاد الأوروبي الصحفي جوزيف أبو فاضل وعبر برنامج آخر الكلام على قناة الانبيان في 17 شرين الأول قال إن شطح هو المرشح لمنصب رئيس الحكومة على اعتباره الشخصية المرضي عنها أمريكيا وسعوديا مصطفى حمدان مجددا يكتب قبل ساعات من عملية الاغتيال على صفحاته الفيسبوكية ستصحقون ستصحقون هذه الأجواء كانت قبل الاغتيال أما بعد الاغتيال فكانت الصفحات الفيسبوكية التي تدور في فلك حزب الله تتعاطى مع الجريمة بالقول هذا مصير من يتطاول علينا وزير إعلام النظام السوري عمران الزعبي يرى سبب الجريمة ناتج عن دور السنيورة في دعم وتمويل الإرهاب في لبنان والمنطقة ولسيما تنظيمات دولة الإسلام في العراق والشام وجبهة النصرة والجبهة الإسلامية وتوفير ملاذات آمنة لقياداتهم وغرف عمليات برعاية الرئيس سعد الحريري وملوكه وأمرائه